في هذه الحلقات وهذه الحلقة الأخيرة في شرح الفرائض وباسمي واسمكم جميع أن نرحب بفضيل الشيخنا حيثة بمحمد صرحان وفقه الله تعالى حياكم الله شيخنا الله يبارك فيك أزاك الله خير الله أحسن إليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما في شيء اسمه أخير يا شيخ قال طلب العلم من المهد لله واعبد ربك حتى أتيك اليقين إلى الموت هل سمعتني يوم من الأيام طالب من علم وقال أولى عالم من علماء قال أني أستقيل أو أعتزل ما يمكن لأن هذا علم وهذا أمر لا ينتهي أبد فما يأتينا طالب يقول والله انتهيت من علم ما في شيء اسمه انتهى من علم صح يا شيخ صح يا شيخ نعم فنحنا هذا آخر درس هو بداية العلم نعم بداية التعلم يمشي وتعلم ويكتب ويحل ما ينتهي يا شيخ فما تقول حلقة الأخيرة تقول هي الأخيرة في الترتيب في الترتيب لكنها هي البداية تنظيما لا يا شيخ تنظيما ممكن وهذا شيخ ترى يعني مهم بعض الطلاب قال خلاصة انتهيت انتهيت من الدراسة إذا انتهيت من الدراسة وتوقفت ضاع العلم راح لازم تزكي العلم لازم تراجع العلم لازم تكتب خاصة الفرائض يا شيخ والعلوم كلها تفقد والقرآن نسرعه في السلام عندما يترك الناس العمل به فإذا لازم نعمل بالقرآن يا شيخ صح أو لا فما يجي طالب يقول والله انتهينا من دورة يقول لا اليوم بدأت الدورة ما في انتهت شيء بدأ العمل بدأ العمل بدأ التطبيق بدأ العمل بدأ زكاة بدأ أكتب بدأ أراجع أضبط المواد هذه اللي أخذتها ولا ضاعت كلها صحيح الشيخ؟ صحيح الشيخ نعم ولهذا شوف الشيخ كبار العلماء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه آمين يعني الشيخ بن بازر رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد قال له الطلاب بماذا نبدأ شيخ بعد كتاب التوحيد أتممنا ولله الحمد كتاب التوحيد مثل ما تقول الآن الحلقة الأخيرة خلاص ايش نبدأ؟ قال نبدأ كتاب التوحيد قال يا شيخ يا شيخ يعني انتبه الآن ختمنا كتاب التوحيد قال هذا الكتاب يحتاج أن يكرر عشرات المرات الله هذا العلم ولهذا يقوله الآن اللي يعني يختم القرآن ما يتوقف على الناس يقول يرجع يقرأ منك صح أو لا أو يوقف يقول ختمت القرآن لا ما في شيء يقول ختمت القرآن يقول ختمت وأختم وأختم وما توقف أبدا مفهوم يا الشيخ نعم من المهد إلى اللحد إلى اللحد من المحبرة إلى المقبرة ما في فكة وهذا يا شيخ خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يثبتنا ويميتنا على التوحيد يا رب صح أو لا نعم ما في شيء يسمه انتهينا ولا شيء يسمه توقفنا ولا شيء يسمه نهاية الدرس انتبه يا شيخ عبد الله هذا خطير الكلام لا وخاصة الطلاب يا شيخ الآن ما في شيء يسمه يقول انتهينا الآن وصلنا تقريبا نصف الرحبية استوى الماء والخشبة ذكره ورحمه الله مسائل قلنا مرجوحة فهذه نتركها وحتى لا تشكل على الطلاب وممكن في مستوى ثاني ندرس الجد مع الإخوة حتى نعرف هذا المذهب ونعرف كيف الرد عليه وقلنا أنه الجد أب وهذا نص القرآن وهذا ما أفتى به كبار العلماء عندنا الشيخ بن بارس الشيخ بن عثمين رحمه الله جميع وهذا المعمول به ونمشي عليه ونجعل الأب جد ومريح لنا والحمد لله رب العالمين ولا يمنع أنه ندرس هذا في مستوى ثاني فنترك الآن كلامه عن المشركة وقلنا مرجوحة والجد والإخوة والأكدرية أكدرية يقول عنها الشيخ بن عثمين رحمه الله أنها باطلة عقلا ونقلا وكدرت حتى على زيد المذهب تعرف إيش الكد يعني أحيانا بعض الناس يقول اليوم أنا متكدر مزاجي يعني إيش متغير وقال كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر يعني شيء إيش متغير لاه دم ولاه طهر مفهوم الشيخ إي نعم فتركها يا شيخ كيف يقول تعطيها السدس وبعدها تعطيها النصف ثم تعول ثم تقاسم قال لا عقلا ولا نقل وياخو تركها ولا تكدر علينا الله يهديك شيخ عبد الله فيني في على قولك أنت نهاية الحلقات لكن هي بداية إن شاء الله العلم بإذن الله تمام أترك هذه المسائل نظرة إلى ميسرة نعم الله أحسنت لكم برك الله فيكم شيخ وإياكم قال رحمه الله نعم وإن تريد معرفة الحساب قال حساب مو الحساب الرياضيات ولا الجبر ولا الهندسة وكذا لا أبا أبين لك الآن هنا الحساب عند الفرضيين كيف تحسب المسائل كيف تصحح المسائل أبين لك كيف تحسب وتعطي كل وارث سهمه بدون كسر مفهوم تمام قال وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب الصواب هي ماذا في قسمة التركات نعم عسى الله وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل تمام فاستخلج الأصول في مسائلي ولا تكن عن حفظها بذاهلي أقول أحفظ شوف يركز عليه كل مرة يقول أحفظ عبد الله تمام نعم نعم قال وعبد الله ترى يصح لكل كل من يشاهد كل طالب وكل من يشاهد كل العبيد لله الله يبارك نعم قال رحمه الله فإنهن سبعة أصول آه يقول أصول المسائل سبعة متفق عليها عندنا أصلين مختلف فيها ثمانة عشر وستة وثلاثين تركها ما نريد أن نتكلم فيها هذه فالجد والإخوة تركها عندنا سبعة اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة عشرين تحفظها مثل اسمك تمام قال فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول ستة واثنى عشر وأربعة عشرين تمام قال وبعدها أربعات تمام قال ما فيها عول مفهوم تمام قال فالسدس من ستة أسهم يراء يقول مسألة فيها سدس من ستة نعم والثلث والربع من ثلث وربع من اثنى عشر قال والثمن إن ضم إليه ستس ثمن وستس مسألة فيها ثمن وستس من أربع عشرين قال هذه ستة واثنى عشر أربع عشرين هذه إن كثرت فروضها تعول تفرخ تمام قال فأصله الصادق فيه الحدس نعم الحدس يعني الظن نعم أربعة يتبعه عشرون يعرف الحساب أجمعون أربع عشرين تعول إلى سبع عشرين والستة تعول أربع مرات إلى السبع والثمانية والتسع عشر على التواني والإثنى عشر ثلاث مرات على الإفراد ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر نعم حسن الله لكم قال فهذه الثلاثة الأصول قال أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول نعم فتبلغ ستة عقد العشرة نعم تعول إلى السبع والثمانية والتسع العشرة نعم في صورة معروفة مشتهرة إيش هي الصورة أم الفروخ نعم إذا وصلت لعشرة فرخت فرخت إذا وصلت لعشرة نعم أحسن لكم قال وتلحق التي تليها في الأثر من التي تليها الاثنى عشر بالعول إفرادا إلى سبع عشر ثلاثة عشر خمسة عشر وسبعة عشر هذا اللي يقول لك نعم قال وتلحق التي تليها في الأثر في العول أفرادا إلى سبع عشر نعم والعادة الثالث قد يعول بثمنه فأعمل بما أقوله يعول بالثمن يعول بالثمن 24 ثمنها ثمنها 6 لا 24 على الثمانية ثلاثة معك أنا لا تستعجب ثلاثة ثلاثة زائد 24 هذا هو يقول عدد الثالث يعول بثمني يعني تصير إلى 27 28 زائد 24 نعم تمام وتسمى البخيلة لماذا لنا وافقت الكرام الكرام وعالة مرة تفق أحسن من الاثنين والثلاثة والأربع والثمانية قال لا رافقت الكرام ومر واحدة عالة تمام وهذا مصطلح عندهم نعم أحسن الله لكم قال والنصف والباقي أو النصفاني نصف باقي أو نصف نصف من كم تكون المسألة؟ من واحد يا شيخ مسألة فيها نصف باقي من كم تكون؟ نصف باقي من اثنين من اثنين أو نصف نصف زوج وأخت شقيقة من واحد من اثنين قال والنصف والباقي أو النصفان أصلوهما في حكمهم اثنان قال والثلث من ثلاثة يكون الثلث مسألة فيها ثلث أم وأب المسألة الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي ثلاثة إخوة لأم وعم شقيق يأخذ الثلث تمام من ثلاثة قال والربع من أربعة مسنون زوجة وعم شقيق من أربعة زوجة وابن من أربعة واحد والباقي ثلاثة يقول مسألة من أربعة تمام قال والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية أي أصول التي ما تعول اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية ما تعول نعم لا يدخل العول عليها فعلمي نعم قال رحمه الله تعالى لا يدخل العول عليها فعلمي ثم سلوك تصفيح فيها وقسمي قال بعد ما تضع أصل المسألة والفروض وتحل الآن صحح تمام قال وإن تكون من أصلها تصحه فتركه تطوير الحساب يربحه يقول يا أخي لا تطول علينا مسألة فيها نصف والباقي أو نصف ونصف لا تجعلها من ستة أو من ثمانية أو من اثنى عشر أو أربعة عشر تركه تطوير الحساب ربح مفهوم وتقول إذنك من هنا وتطول علينا الطريق يا أخي اختصر ريحنا تمام قال فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها قال إذا فيها عول نعم قال وإن ترى السهام ليست تنقسم قال الآن بدأ في التصحيح إن ترى السهام لا تنقسم على الرؤوس ماذا نصلع وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراثي فاتبع ما ورسم قال أرسم وضبط وضع حق الجديد الآن محفوظ وانظر بين الرؤوس والسهام تمام قال واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب بيجانبك الزلل يعني ما تخطئ نعم واردد إلى الوفق الذي يوافق وضربه في الأصل فأنت الحاذق قال أنت حاذق إذا أنك تضرب الآن وتعرف القاسم المشترك لازم الآن نعم إن كان جنسا واحدا أو أكثراتها عندنا جنس واحد أو أجناس نعم محفوظ واحد أو أكثر تمام قال فاتبع سابير الحقي واطرح الميراء يقول لك يا أخي لا تجادل ولا تناقش وخلك واضح وترك الجدال البيزنطي مفهوم أي نعم وأخي كن مع الكتاب والسنة والتمس رضا الله وانسخط الناس مفهوم الفرائض نعم قال وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس عند الناس يعني علماء الفرائض ليس كل الناس نعم تحصر في أربعتي تحصر في أربعات أقسامي يعرفها الماهر في الأحكام من هو؟ من الماهر في الأحكام؟ المفرضي الرحبي قال يعرفها الماهر في الأحكام أنا يعني الرحبي يعني نفسه ويصح أحيانا أن يصف المؤلف مفهوم أشياء في كتاب يقول أما بعد فهذا الكتاب انتقيته فيه وضعت فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح هذا ليس من المدح لا لازم يبين لك قال يعرفه الماهر في الحكام يعني هو ومن كان على شاكلته صحيح رحمه الله ممكن عبد الله يكون يا رب قال مماثل من بعده من بعده قال مماثل من بعده مناسب مماثل ثلاثة وثلاثة ومناسب ثلاثة وستة وموافق ستة وتسعة بينهم قاسم مشترك اقسم على أحدهم واضرب في كامل آخر ثمانة عشر أو مباين اثنين وثلاثة بينهم لا شيء اضربهم ستة تمام قال والرابع المباين والرابع مماثل من بعده مناسب وبعده الموافق المصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف من هو؟ يعني نفسه رحمه الله لا يا أخي يا أخي مشي لا لا شخص نعم لازم تحترم العلم رحمه الله قال ينبيك من ينبيك؟ هو هو نعم رحمه الله قال فخذ من المماثلين واحدة خذ من المماثلين ثلاثة وثلاثة خذ واحد منهم واضربوا فأصل المسألة أخذ من المناسبين الزائدة نعم ستة واثنى عشر خذ اثنى عشر واربع عشرين خذ ربع عشرين أكبر شيء الزائد قال واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهد الطرائق نعم وخذ جميع العدد المبايني واضربه في الثاني ولا تداهني قال لا تداهن هذا دين الله سبحانه وتعالى امشي على ما يرضي الله مفهوم؟ وخلي المداهنة تمام طيب فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديتا أن تضل عنه نعم واضربه في الأصل الذي تأصلا وأحصي من ضم وما تحصلا وقسمه يعني الآن الناتج تقسمه عن الرؤوس إذا انقسم حلك صحيح مراجعة حلك صحيح أو لا مثل ما كنا نصنا نعم قال وقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح يقول هنا ما عندنا عربي وغير عربي أرقاب عندنا لا لا عندنا هنا العمل ولا فضل لعربي على غيره إلا بالتقوى صحيح؟ أي نعم امشي قال رحمه الله فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطوير ولا اعتساف فاقنع بما بينا فهو كافي يقول خلاص اقتنع يا أخي وبينا لك وخلاص اكتفي بهذا أحسن لك لا تطول على نفسك تقتنع أو لا؟ نقف لا لا نكمل الله يعني ويقول اقنع بما بينا فهو كافي في الحساب يعني في الحساب قال اقنع بما بينا هنا في الحساب فهو إن شاء الله يكفيك في ضبط المسائل وحل على الطريقة الصحيحة تمام امشي قال رحمه الله وإن يمت آخر قبل القسمة قال إذا مات آخر قبل قسمة تركة الأول وإن يمت آخر قبل قسمة تركة الأول فصحح الحساب وعرف سهمه وقل نتاء تضعها وتعرف كم السهام وكم المسألة وتنظر بين السهام الميت هذا ومسألة إذا بينهم قاسم مشترك لتقسم عنها لتضع لهذا ولتقسم عنها لتضعه هنا وعلى اليمين دائما المسألة الجامعة وإذا لم يكن بينه شيء تضع هذا هنا وهذا هنا وتضرب اليمين وكل شيء في الذي فوقه تمام سلام عليكم قال وإن يمت آخر قبل قسمة فصحح الحساب وعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بينا التفصيل فيما قدمه تجعله مسألة ثانية لكن متصلة مع المسألة الأولى نعم حسن الله قال رحمه الله وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق فبهذا قد حكم تمام قلنا إذا ما في بينهم قاسم مشترك خلاص تضع هذا هنا وهذا هنا وتضرب نعم قال وانظر فإن وفقت السهام فخذ هديت وفقها تماما نعم واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما في السابقة دائما الجامعة يقول السابق اللي على اليمين تمام إن لم تكن بينهما موافقة تمام وكل سهم في جميعي الثانية يضرب أو في وفقها علانية تمام كل شيء في اللي فوقه نعم قال وكل سهم في جميعي الثانية يضرب أو في وفقها 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 علانية نعم قال وأسهم الأخرى في السهام تضرب أو في وفقها تمامي فهذه هي طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة قال الآن ودخلناك للمناسخات وارتقيت والآن ممكن تكتب سكوك وتكتب تركات وعشرين ميت أو أربعين ميت وتقسم تركات أنت الآن ارتقيت الآن ما شاء الله قال انتبه واشكر الله ولا تتكبر تمام يمشي قال فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة نعم نسى الله من فضل تمام قال رحمه الله وإن يكن في مستحق المالي الآن بدأ في المسائل اللي هي نادرة الوقوع ايش نصنع فيها نعم قال وإن يكن في مستحق المالي خنثى صحيح وغير خنثى صحيح أبين الإشكال واضح الإشكال وما استطعنا وقلنا الشيخ بن عثمين رحمه الله يقول أنه في هذا الزمن الطباء يحدده تمام قال خنثى صحيح بيين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق قسمة المبين نعم طب متى يمكن يكون عمره ستين سنة ما يتضح حاله خلاص هو لاه ذكر ولاه أنثى اعطي نصف ذكر ونصف أنثى وقسم إلى متى ننتظر هو يموت ممكن مفهوم يا أخي نعم صلى الله عليه قال وحكم على المفقود يحكم الخنثى يحكم على المفقود وقلنا احنا ما نحكم على المفقود يحكم على القاضي ويحدد لنا هو حي أو ميت حكم بموته نقسم التركة وإلا نوقف حتى يتضح الحال وإذا أصر نقسم على الأقل على الأضر تمام قال وحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر يكون أو هو أنثى نعم وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل نعم وقلنا احنا نبني على أقل شيء نعم الآن الغرق والهدم والمحروقين عكس المناسخات ما علمنا المتقدم من المتأخر قال لا تورث هذا من هذا وعدهم كأنهم أجانبه نعم نعم أحسن الله عليكم قال وإني متقوم بهدم أو غارق أو حادث بهدم يعني نسرع في السلامة مثل ما يأتي مثلا زلزال ويموت ولا ندري من مات قبل الآخر نعم أو غارق أو غارق تغرق السفينة مثلا نسرع في السلامة أو حادث يقول إما حادث مروري أو حادث يقول حريق حصل في المنزل أو كذا نسرع في السلامة وما تكون له وما علمنا المتقدم من التأخر إذا علمنا إذن لابد مناسخات نعم أحسن الله عليكم قال ولم يكن يعلموا حال السابق فلا تورث زاهق من زاهق يعني لا تورث هذا الميت من هذا الميت لأنه ما علمنا حياة هذا بعد هذا نعم قالوا عدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب عنده الصائب عنده تمام وعندنا ما شئنا نحن على هذا نعم نعم يلا الله أسألكم شكرا قال وقد أتى القول على ما شئنا قال أتى القول على ما شئنا يعني على ما أردنا أن نبين الميراث والتركات والتقسيم والفروض ووصول المسائل والعصبات والحجم والجد والإخوة المسائل النادرة والمسائل كذا قال أتى القول على ما شئنا نعم هذا يقول الرحب معنا الرحبية يعني ينافسها نظم يسمى البرهانية الرحبية والبرهانية على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله لكن البرهانية يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله النفاقة الرحبية في الاختصار تمام وذكر البرهاني أشياء لم يذكرها الرحبي مع النبياتها أقل لكنها أكثر فوائد لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى وضع لهذه الرحبية القبول أكثر من البرهانية مفهوم الشيخ؟ نعم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في بعض الكتب الشيخ ألفت ووضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض مثل مثلا عندنا الآن يعني أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله أي كتاب؟ أبو خالي لا الأربعين نوي لا حاصل مسلم لا أجيب رياض الصالحين الله أكبر أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله رياض الصالحين الإمام الذهبي رحمه الله له مؤلفات كثيرة ومعروفة الذهبي صح؟ يقول ليتني أعرف السر الذي بين النوي وبين الله الله أكبر هذا من يقوله؟ ذهبي ذهبي وعنده مؤلفات الشيخ بن عثيمين رحمه الله في أول شرح في رياض الصالحين قال أتمنى أن يكون عندي كتاب مثل هذا الكتاب هذا يقوله بن عثيمين رحمه الله مفهوم الشيخ؟ مفهوم الشيخ؟ ففي كتب الله سبحانه وتعالى وضع لها قبول في الأرض مفهوم؟ أي نعم فلو قال ردنا الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله صنع مقارنة بين الرحبية والبرهانية الشيخ كان يحبش؟ البرهانية لأنها أقل أبياد أكثر فوات وأكثر فيها أشياء لم تذكر هنا لم تذكر وين؟ في الرحبية لكن الله سبحانه وتعالى وضع القبول لهذه ومنها الآن عندنا شوف الآن قرأناها الرحبية نعم وأسأل الله سبحانه وتعالى يسر في المستوى الثاني أو كذا أن نقرأ البرهانية بإذن الله تعالى بإذن الله نعم ولا إشكال أنه يأتي مثلا واحد من الحنابلة ويحفظ الرحبية ما في إشكال لأنه ما في خلاف كثير ويقول ما عندنا نظم أو كذا يا أخي الآن العلماء كل واحد يستفيد من الآخر صح؟ نعم ولو رجعنا للحقيقة الإمام أحمد رحمه الله من مشايخي شافع شافع رحمه الله فهمت؟ فلا إشكال ولا تعصب ولا تقليد أعمى والمسألة هذه راجحة ومرجوحة لا يعني يعني مثلا رجحنا الآن بعض المسائل لا يعني أنه يأتي بعض يعني العلماء يقول هذه المسألة مرجوح هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح صح أو لا ما في إشكال في هذه المسألة يعني بعض الدول مثلا يعملوا بالجد والإخوة مثلا فما عندنا إشكال في هذا إذا كان يعتقدوا أن هذا هو أيش؟ الراجح الراجح والصوى مفهوم؟ أي نعم يلا أمشي قال وقد أتى القول على وقال رحمه الله وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا يقول خلاص بينت لك الآن ومرأت على المسائل التي أراها مهمة لك تركت بعض المسائل عمدا لأن أرى أن هذا المستوى الأول أنه لا تذكر لك مفهوم؟ تمام أسلام عليكم قال على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة يقول الآن اختصرنا وأحيانا بعض الرموز وبعض الإشارات لكن عبارة موجزة واضحة بينا تمام أسلام عليكم قال فالحمد لله على التمام حمد الله في الأول لأن الله وضعه في هذه الموضع سبحانه وتعالى وضعه في منزلة ورثة الأنبياء وحمد الله سبحانه وتعالى في الآخر على إتمام هذا البخاري رحمه الله ختم الصحيح بأي حديث كلمتان خفيفتان عن نسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ختم بالحمد هو ما استطاع أن يدخل شيء من كلامه فجاء بأيش؟ حديث فيه الحديث كأنه يحمد الله سبحانه وتعالى على الإتمام مفهوم؟ فجاء بأيش؟ هذا من فقه البخاري رحمه الله حمد الله على إتمام البخار أي هذا الكتاب وهنا الآن قال فالحمد لله على التمام على أن الله أتم علينا النعمة على الرحب وعلينا نحن وأن أتممنا المستوى الأول وقلنا لا نقول أننا انتهينا الآن نفدأ بإذن الله تمام قال حمدا كثيرا تم في الدوام يقول حمدا كثيرا تم في الدوام دائما نحمد الله أولا وأخرا تمام سأنه قال أسأله العفو عن التقصير يقول نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا هذا يقول الرحب رحمه الله وكذلك نحن تقصيرا سواء قصرنا في الدرس أو قصرنا في توضيع شيء أو بيان شيء فيرجع الطلاب مثلا إلى هذا المسجل اللي سجلنا أو الكتاب يرجع مرة مرتين ثلاثة وإن شاء الله تتضح المسائل مفهوم الشيخ نعم فيرجع إلى المسائل المحلولة يحلها مرة ثانية إلى الأمثلة يحلها مرة ثانية ومرة ثالثة يرجع إلى التمارين حلها مرة مرتين ثلاثة مفهوم ممكن يجد التصحيح الآن في المواقع تصحيح هذه المسائل يجد تصحيحها في المسائل ما يعتمد على تصحيح أي أحد لأنه ممكن هو يعتقد أن المسألة صحيحة أو يصحح له أحد الطلاب وتكون خاطئ لابد يرجع للتصحيح المعتمد ما يرجع عليه تصحيح هذه مشكلة ترى ممكن يرى هو أن المسألة صحيحة وقد تكون خطأ إنه لابد يرجع إلى إنسان يصحح معتمد أو يرجع إلى الموقع تمام؟ نعم في التصحيح تمام صلى الله عليه وسلم قال يعني مثل أنا وأنت الآن بعض المسائل حليناها وكان فيها خطأ إيه صحيح لكن إذا كان يرجع هنا إلى الموقع يعني مسائل مصحة معتمدة وممكن لو أشكل عليه لو أشكل عليه مشكلة تشكل عليه مسألة ومسألة ما هي مشكلة وعنده هنا حوالي ألف مسألة مثلا في الكتاب هنا عندنا في المسائل قريب من ألف مسألة مثلا نعم قال أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمود في المصير نعم وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب نعم يقول لأن كل واحد لا بد يكون عنده يعني خطأ وتقصير وأسأل الله سبحانه وتعالى يستر عيوبنا ويغفر لنا وله آمين نعم صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم كما صلى في الأول على النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى سببا لكل خير يلحق بهذه الأمة نعم عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن ننسى النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم قال محمد خير الأنام العاقبي وآله الغر ذوي المناقبي نعم آل النبي صلى الله عليه وسلم آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت فالمرات بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه نعم قال محمد خير أنام العاقبي وآله الغر ذوي المناقبي نعم قال وصحبه الأماجد الأبراري الصفوة الأكابر الأخياري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم نعم أصلاحكم هناك شيخ نتكمل الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله تعالى نعم نعم شوف الشيخ قلنا أن الكتب والمنظومات أحيانا تجد فيها نقص أو خلل أو عيب من فقه علماء السنة عندما يأتي يشرح كتاب ما يقول هذا خطأ أو هذا النظم لا يصح أو هذا في حديث ضعيف مثل ما ذكر عندنا في أول من الأدب مفهوم أن تقول يعني رد لطيف فيأتي مثلا هذا الشيخ مثلا يكمل الرحبية ما أتى بنظم جديد شوف يا أخي أي نعم وهذا يجعل البركة في العلم أولا أدب أنه ما يتكلم عندما يشرح كتاب ما يتكلم على المؤلف يقول كذا قال هذه المسألة فيها نظر هذه المسألة ليست مسلمة للمصنف ما يقول هذا خالف الكتاب والسنة وجاء بكذا طيب حديث ضعيفة لا يخلو منه كتاب صح أو لا أي نعم فأنت عندما تشرح يخيط ممكن أن ترى ضعف الحديث وبعد فترة تطبع بعض المخطوطات ويخرج الحديث أنه صحيح صح تأدب تلطف يا أخي فالرد وتكلم الثاني هذا اللي قلت الآن هؤلاء علماء سبقون بالعلم وألفوا وصنفوا صح فأنت عندما تأتي الآن تكتب تصنف إيش تصنع ما تلغي علم من تقدم الآن أذكر لك مثال مثال هذا الآن الرحبية أو البرهانية هؤلاء علماء تقدموا صح وألفوا قبلك أنت تأتي ما تلغي هذه المنظومات تشرحها يضع الله في علمك انقبل البركة الآن بن عثمين رحمه الله مثلا كان يستطيع يصنع أحسن من الأصول الثلاثة صح أو لا أين عمل أنه اطلع عليها وشرحها وكذا لكن ما استطاع أنه يلغيها صح درسها وضع الله في علمي ايش انقبل البركة مفهوم يستطيع أنه كان يؤلف أحسن من الواسطية مثلا لكن رأى أن هؤلاء سبقوا بالعلم فسار على هذه الطريقة هذه طريقة طريقة العلماء الربانين أنه اعترفوا لهؤلاء بإيش بالفضل والعلم وشرحوا هذه المنظومات وردوا على المواضع لكن بأدب مفهوم وضع الله في علمهم البركة لكن أنك تلغي علم الأولين هذه مشكلة تؤلف ألف ما حدقلك ما تؤلف بس لا تلغي علما سبق علما سبق اعترف لهم بالفضل مفهوم يا أخي نعم هذا مهم جدا يقال والله أعلم تعرف أن الشناقط هؤلاء لهم أحيانا يعني بعض الأشياء الجميلة يقال والله أعلم أن ابن مالك صاحب الألفية كتب في أول الألفية فائقة ألفية ابن معطي ابن معطي الزواوي ألف ألفية قبل ابن مالك ومات وجاء ابن مالك رحمه الله وألف الألفية فكتب في أول الألفية فائقة ألفية ابن معطي ومات ابن معطي ابن مالك كتب فائقة ألفية ابن معطي إلى هنا فقط ونام في المنام من جاء ابن مالك ابن معطي ابن معطي قال يا ابن مالك يا ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي والحي خير من ألف ميتي قال تتحداني وأنا ميت أنت حي وأنا ميت تقول فائقة ألفية ابن معطي يعني ما وصح هذا فاستيقظ ابن مالك هم يقولوا هذا حذف البيت لا ما حذف قال فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الآن كافأهن سبقك بالعلم سبقك بالألفية لا تلغي له هذا اكتب ها تثني عليه مفهوم يا أخي نعم فهؤلاء العلماء علماء السلف على هذه الطريقة مفهوم الشيخ نعم يضع الله في علمهم البركة قال الله أعسى لكم وشيخ خدا هذه تكمة الشيخ عبد الله أبو صالح الخيف النجدي الحنبري رحمه الله تعالى نعم قال إذا أبقت الفروض بعد بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملكه تمام يقول الآن سأكمل ما تركه الرحبي وما تكلم عليه بكلمة صح وقال أبقت الفروض بش نصنع نعم قال إن أبقت الفروض بعد بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملكه قال ما عندنا عاصب وبقي شيء في التركة لم تستغرق الفروض ولا يوجد عاصب ولا يرد على أحد الزوجين هذه شروط الرد تمام قال فرده لمن سوى الزوجين شفت ذكر الشروط الثلاثة الآن أنه ما استغرقت الفروض أصل المسألة ولا يوجد عاصب ولا يرد على أحد الزوجين هذه ثلاث شروط نعم قال من كل ذي فرد بغير ميني نعم قال ما تزيد واحد عن الآخر لا اجمع وحط خط مثل ما كنا نصنع في العول نعم قالوا أعطيهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام يقول دائما تكون من ستة مسائل الرد هذا إذا كان فيها أكثر من صاحب فرد لكن إذا كانوا صنف واحد من عدد الرؤوس خمسة أخوات لأم من خمسة نعم ما سلكم هذا إذا دون الزوجين وإذا مع أحد الزوجين صنف واحد من مخرجة الزوجية وإذا كانوا أكثر من صنف مسألتين مسألة الزوجية ومسألة ثانية ثم تجمع بينهما كما صنعنا في المناسخات نعم الله سلكم قال إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى من رؤوسهم هذا إذا كانوا أكثر من صنف من ستة وإذا كانوا من صنف واحد من رؤوسهم تجلى من عدد الرؤوس واضح يقول نعم قال واجعل لهم مع أحد الزوجين على انفراد ذا وذا أصلين نعم أصلين مسألتين وتجمع بينهما كالمناسخة نعم سلام عليكم قال واستعمي لن الضربة والتصحيحة إن تحتاجه كما عاهدت من سنة نعم هذا اللي تقدر نعم الله سلكم قال لم يكن ذو فرض أو معصيب أخصوص ذوي الأرحام حكما أو جمعا الآن دخل في موضوع جديد نراجع الآن وهو ميراث ذوي الأرحام متى يارث ذوي الأرحام يارث ذوي الأرحام إذا ما وجدنا أحد من الوارثين أو الوارثات عدا الزوجي الزوجي فايش ناص نعقال جيبهم الآن وارثهم مفهوم نعم قال إن لم يكن ذو فرض نوم معصيب فصوص ذوي أرحام حكما أو جابو نعم نزلهم ما كان من أدلوا به يعني على مذهب التنزيل كيف ننزل تضع سبعك بنت بنت تضع سبعك سارت بنت 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 ابن سارت بنت ابن 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 بنت ابن بنت ابن بنت ما نزل تنزل مرة ثالثة تذكر بنت الأخوال والخالات أم العم العمات مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم والعم لأم ينزل منزلة الأم ألب الأب وانتهي المسألة سهلة وصنع جدول التنزيل تمام راسيكم قال نزلهم ما كان من أدلوا به ما كان من أدلوا به نعم نزلهم ما كان من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به إرثا وحجبا شوف بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب صارت المسألة أخ شقيق وأخ لأب من يريث بنت أخ شقيق أخ شقيق بنت أخ شقيق هي اللي تريث صح كل المال وبنت أخ لأب حجب ليس لها شيء نعم إرثا وحجبا إرثا بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب النصف والسدس والمسألة كانت من ستة ورجعناها إلى أربعة نعم صلى الله عليه وسلم قال كبنتي بنتي حجبت بنت أبني أم انتبه معي بنت يقول آش كبنتي بنتي بنت بنت نزلت بنت حجبت بنت أبني أم بنت ابن أم ابن أم ابن الأم أخ لأم بنت أخ لأم وبنت بنت هذه بنت وأخ لأم البنت الأم البنت تريث البنت تريث وأخ لأم لا نعم قال وعمة قد حجبت بنت اللي عم تمام انتبه معي عم نزلت أب والثاني من بنت اللي عم بنت عم شقيق صار عندنا أب وعم شقيق من يارث لب أه لأب نعم امشي قال لكن ما الذكور في الميراثي عند استواء الجنسي كالإناثي نعم هذا قول أنه الذكر كالأنثى لأنهم ذوي الأرحى وعلى الصحيح نعطي الذكر مثل حفظ الأنثين مثال بنت أخت شقيق خلاص وبنت أخ شقيق بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق نزل إيش أخ شقيق أخ شقيقة نعطي الذكر مثل حفظ الأنثين هو يقول لا نعطي لأنهم جاءوا عن طريق أنثى نعم مثل الإخوة لأم تمام امشي أحسن الله قال فاقبل هديت مني هذا النظمة واحفظ وقل يا ربي زدني علما نعم وقل يا رب زدني علما لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم إذن ما ننتهي كأنه يقول لك هذا أيضا أنه ما ننتهي العلم يعني لابد أن دائما يزكى ودائما يراجع ودائما تكتب ودائما تحفظ أفهم؟ نعم فالعلم يقول هذا أنك ممكن تحصل عليه في أسبوع أو أسبوعين لكن لابد من الممارسة لابد من المذاكرة لابد من كتابة التماريب طيب الشيخ نعم فإذن ماذا نصنع الآن؟ ها إيش رأيك أنت؟ تماريه ثم التماريه ثم التماريه أول شيء تمشي على ما اتفقنا ترجع من الأول وتقرأ الأمور الواجبة عند الوفاة أسباب الإرث موانع الإرث الفروض المقدرة تحفظها مثل إسباب كل ما تأتي عند مسألة ما في إشكال الآن في حال في حالة تعلم تأتي للمسألة تنظر زوج ترجع لل الجدول اللي عندنا في جدول جمعنا فيه كل الوارثين صح؟ وما لهم تقول الزوج يأخذ النصف عند عدم فرع وارث فيه فرع وارث خلش فرع وارث فرع وارث ابن ما فيه ابن فيه بنت ما فيه بنت ابن ابن ما فيه بنت ابن ما فيه إذن تعطيه النصف وتمشي على هذا لا تستعمل العاطفة لا تقول والله هذا وكذا لا لا تداهن تمام ما شاء الله لو تحفظ متنة الرحبية أيضا مفيد جدا تحفظ متنة الرحبية أصحاب الفروض تثبطهم ضبط مع التعصيب قلنا الحجب هذا كالمراجعة لما تقدم هذا مهم جدا أهم شيء عندنا هذا الأول أصحاب الفروض ومتى يأخذوا والتعصيب ضبط هذا المساء لتبدأ تحل التمرين عندك بعض الأشياء جسيرة هي ليست بصعبة كبيرة يا شيخ الآن أنت تطلب من من يعلمك من الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما فلو اتفقنا على هذا وسرنا على هذا بإذن الله نضبط الفرائد هذه المرحلة الأولى بعدين ممكن تنتقد إلى المرحلة الثانية تبحث عن الوصية عرفت الجدوى الإخوة هذه المسائل أتركها الآن نريد أولا نثبت هذه المعلومات اللي أخذناها مفهوم في مسائل محلولة عندنا نبدأ بها أولا يعني أنت ترجع الآن للمسائل المحلولة أمثلة محلولة جاهزة موجودة عندك في الكتاب حاول أنك تحلها مرة ثانية بدون أن ترى إيش الحل الحل الإجابة تكتبها من جديد وتحلها وتطبق حلك انطبق صح صح خطأ لا تنظر إلى الحل مرة ثانية ثالثة رابعة وقلنا نستفيد من الخطأ أكثر من نستفيد من الصوب الآن أنت بفضل الله الآن ما تنسى بعض المسائل اللي ذكرتها لك مثل اللي بداية الشيخ الغرفة الزوجية غرفة الزوجية كذا ابن أخ شقيق ابن أخ شقيق عملي أم ما تنسى ما تنسى الجدة يقول الساقط يعني اللي ما ترى أم أبو الأم ففي يعني مسائل الآن أخطأت فيها الفائدة في هذا الخطأ أكثر من الفائدة اللي كان في الصواء تستفيد من هذه الأشياء تبدأ تحل التمارين تبحث الآن الشيخ بدل أن نضيع وقاتنا الآن يعني لو اجتمعت مع الإخوة تسألهم في أحد مشايخي التقى بالشيخ بن باز رحمه الله وسأل الشيخ قال إيش تدرس قال أدرس هذا من تواضع الشيخ قال الشيخ بن باز قال أدرس الفرائض والنحو فقال له الشيخ بن باز رحمه الله على الفور قال له مسألة فيها انتبئ أسأل لك فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فضحك الشيخ شيخنا ضحك فقال له الشيخ بن باز رحمه الله قال أجب قال الشيخ مسألة سهلة قال أجب قال البنت لها نص وبنت الإذن سدس تكملت الثلثين والأخت الشقيقة ما ترث ما ترث فرض لكن تعصيبا تارث الأخوات مع البنات عصبات عصبات قال الأخت الشقيقة لها الباقي اثنين قال يقول ضرب الشيخ على صدري وقال بارك الله فيك يا فلان عشاء الله فهمت؟ أي نعم فهذه المسألة تنشط الذهن يعني الآن أنت ترثتها مع الغير أي واحد تجده تتذكر معه يعني نستغل الأوقاتنا يا شيخ الآن أوقات تمر عليك وكذا أحيانا يا شيخ يعني تمر أوقات وما تصنع فيها شيء خاصة هذا القلم يا شيخ قلم ورقة فرائض تكتب تحل تسطر مناسخات مسألة محلولة وجدتها مثلا واقعية محلولة عند بعض الأقرباء وكذا خذها وحلها مرة ثانية أكتبها صح؟ تمر أن تدرب إلى أن تجد هذه الفرائض إيش؟ زي المواي تحلها حتى بدون إيش؟ بدون ورقة بدون ورقة بدون كتابة تمام؟ آه تسميع يعني الآن أنت ممكن تقول يعني أنا مثلا عندك الآن كيف أحفظ المسائل كيف أحفظ كذا كيف مثلا كتبت لك بعض المسائل صحيح أو لا كيف؟ كثرة ممارسة تدريس تدرس هذا العلم الشيخ حتى يعني يثبت مو لازم أن تجي لي فلان تقول أدرسك تقول لا تعال طلاب المدارس الآن يأخذ فرات تعال أدرسكم أعلمكم ندرس نتدرس مع بعضنا البعض الأب متى يأخذ السدس الأمة تأخذ الثلث مفهوم؟ أي نعم تقول له مثلا مثلا تقول له متى يأخذ الأخ لأم النصف اختبار اختبار اي نعم تقول بنت البنت اشترث مثلا ما ترث حتى يتنبه ونمشي على هذا يا شيخ نستفيد من أوقاتنا نستفيد من هذه العلوم نستفيد من هذه المعاهد نبث هذا العلم لأنه كثير من الناس اليوم ايش ده ينسحم يقول لا الفرائض صعبة وانت كيف رأيت الشيخ عبدالله لا ما شاء الله سباكر بعد شرحكم وشيخنا لا لا تقول بعد شرح هذا قال الرحب الآن قال وهؤلاء العلماء شوف الآن مثلا الشيخ بن عثيمين ممكن أنك مثلا تأخذ شروحات الشيخ بن عثيمين في الفرائض مثلا تسمعها تشتاق الشيخ للعلم كيف الشيخ يتناقش مع الطلاب فهذه الأمور تنشطك على العلم تحببك للعلم لابد اليوم نرغب الطلاب في طلب في طلب العلم خاصة يعني عندنا علم الفرائض علم الفرائض الآن ينشط الدهن إذا تنشط دهنك يتنشط دهنك في حفظ القرآن في كذا في كذا إذا عندك أوقات ضائعة هو ضائع الوقت ضائع مثلا بعد الظهر في الغالب عند بعض الناس الآن في السيارة وانت ماشي أوقاتك ضائعة يا أخي خذ مسائل وصل عندنا في الرياضة الشيخ بخصوص عندنا في الرياضة في الرياضة أو في أي مكان إذا كان عنده وقت يستغل هذا الوقت يشيخ بحل المسائل بالتدريبات بكذا طالما الآن بدأنا في هذا العلم يا أخي لا تتركه حتى تتمه لأن بعض الطلاب اليوم يعني يبدأ هنا قليل مثلا في النحو وقليل في الأصول وقليل في الفرائض لا إذا بدأت في علم أكمله تم العلم هذا كامل لا تقول والله اليوم أخذ الفروض المقدرة وبعد سنة إن شاء الله أدخل إلى المناسخات لا خلاص بدأت في علم تتم كاملا وتضبطه وتضبط ما فيه حتى يعني تقول أنا ما أرجع إليه أعيده من جديد لأنه من خطأ الآن مثلا في الدورة يعني الآن أخذنا دورة فرائض تمام وأتممناها بفضل الله أتممناها دراسة لكن باقي معنا المراجع المذاكرة فأجي بعض الطلاب يقول متى تكون الدورة الثانية في الفرائض يا أخي أكبر خطأ أن نعيد كل مرة الأصول الثلاثة هذا خطأ يا أخي درست بره الأصول الثلاثة اضبطها ممكن تكون عندنا دورة ثانية لإيش نسجد للأصول الثلاثة مذاكرة الأصول الثلاثة أما أعيد لك أصول الثلاثة أصول الثلاثة هذا خلل خلل في الدراسة يعني الآن لو أقول لك يا شيخ عبد الله نريد تعيد أولى ابتدائي تقبل لا تقول لا اختبروني نجحت الحمد لله ما نجحت رجعوني أولى ابتدائي لأن هذا تقصير صح يا شيخ نعم فمن الخطأ الآن أن كل ما يأتي الشيخ من المشايخ يدرس نفس نفس الكتاب لا تقول يا شيخ درسنا هذا الكتاب اختبرنا نجحنا ننتقل صح أو لا أما أعيد نفس المتن ممكن أعيده من باب المذاكرة كذا فهذا الآن الكتاب كتاب الفرائر هذه الأصول هذه ضبطناها يا أخي المفروض نرتقي ننتقل إلى مرحلة جديدة فلا تقول أن نعيد هذا لا ما نعيد ممكن مذاكرة ممكن أسئلة تمرينات توسع أكثر نعم إذا رسب الطالب هذا نعيده من جديد فطالما ينشق الآن درسنا وضبطنا الأصل أننا ننتقل إلى مستوى ننتقل مستوى جديد فلا يجي طالب يقول لا نعيد مرة أخرى لا احفظ واضبط وراجع واختبر ومشي وبهذا يعني يكون يعني في فائدة ولا وقت يضيع عليك بلا فائدة هذه مشكلة ويحضر صحيح حضور مجالس العلم وكذا لكن يا أخي حضرت استفيد خرجت تناقش مع زملائك تكلم معهم اكتب راجع والله سبحانه وتعالى يعينك أما أنك تقول والله حضرت دورة الفرائض ولكن ما استفدت شيء وما شاء الله كانت جميلة وكانت كذا والعلم والحفر طيب ماذا حصلت قال ما حصلت شيء إذن ضاعت الأوقات صحيح نعم نعم فمهم مهم جدا أن لا تضيع هذه الدورة علينا هكذا ومن اليوم نبدأ ايش العلم تمام الله يفقنا وإياك سامحنا شيخ عبد الله ويسمحنا الإحلام إذا يعني مثلا بوتناك كثير من مرة أو كذا دعونا لك الله يسمي إليكم وعطيناك 48 مليون كوي بس ما يقيت يا أخير الله كريم الله يسمي الله يسمي إزاكم عنا خير الجزاء وإياكم وبهذا نكون قد وصلنا إلى تمام هذه الدورة وإلى مسفات أخرى بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لتضيع دائعه نشكر شيخنا على صبره وما بذل في هذا البرنامج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يشكر له هذا المجهود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إلا أنت استغفرك وتبب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته